علشان تقدر تتعامل مع عدوك لازم كمان تتعرف على عقله كيف يفكر كيف يتكلم ماذا يفهم ما هي عاداته وتقاليده وفكره وأسلوب التعامل اللي بيقدر يتعامل بيه دايما في كل قضايا السهيونية أو بنتكلم حتى على العقلية الإسرائيلية هتلاقي أنه في كتير جدا من كل ما قدموه على مدى السنين في هذا الاحتلال الطويل الأمن اللي بيمتدل أكثر من 75 عام أنت تتعامل مع عقلية متشابهة لها أفكارها ولها طريقتها وطبعا لها لغتها لكن خلونا نعرف مزيد من التفاصيل هل تتغير الأشياء هل تظل الأفكار كما هي أم هي نفس الأفكار ولكن مع التطوير خليني أعرف تحليل أكثر بأكثر دقة مع أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون السياسية الخبيرة المصرية الأستاذة والدكتورة ناديا حلمي مساء الخير دكتورة ناديا مساء نوري فاندو الحياة العقلية الإسرائيلية أو السهيونية إذا كانت منتمية للحركة السهيونية خليني أعرف هل هي تغيرات من بنجوريون لحد نتنياهو ولا هي نفس العقلية لا لم تتغير لأن عقلية الجدار العازل هي العقلية التي تقوم ببناء الجدران على الحدود وفي الداخل بناء جدران إسرائيلية على الحدود مع مصر على الحدود مع الأردن مع لبنان مع سوريا والشيء الخطير هو أنه لا توجد خريطة محددة لما يعرف الكيان السهيوني لهم تركوا الحدود مفتوحة الصهيونية تقول بأن حدودنا مفتوحة حيث يقف آخر جندي السهيوني فتلك هي نقطة خطيرة الغاية لذا حدودهم مفتوحة لأن ما زال الوهم الصيوني من النيل حتى الفرات ما زال جافما على عقولهم بس احنا بنراهم في كل معسكراتهم الحقيقة هي ليست مفتوحة وهم ليسوا أمينين نحن نرى كل المعسكرات الموجودة بالتالي حتى كمان ويعني المستوطنات اللي موجودة سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة كلها مستوطنات بالأستاك الشائكة وبالجدران ويعني بأشكال كثيرة جدا مع عقيدة الخوف والشك وأيضا بتعكس نظرات التفوق العرقي ليه اليهود باعتبار أنهم شعب الله المختار يعني وفقا حتى أن في عدد الطعام الأكل الكوشير الأكل اليهودي بتجد أن هم يعني منغلقين على أنفسهم بتجد أن بعد يعني انتهاء يوم الجمعة السبع مساء يعني بعد انتهاء الصلاة طعام الكوشير والأحاديثة المغلقة ويمكن أنا كمساء في الصين عملوا مدارس للأطفال اليهود منعزلين عن نظرائهم من الأطفال الصينيين والأجانب في مدارس خاصة بهم فتلك نظرية التفوق العرقي يعني مع الآخرين وأيضا لو يعني لو عملت بحث في الصحف الإسرائيلية ويمكن فيه فعلا بحثة عمل لنظرة العنصرية لليهود وخدوا صحفتين هيتسوفي وصحيفة معاريف لمدة عملوا لمدة أربع شهور خدوا اكتشفوا أن فيه ستين مقالة وكان معظم فيه الافتتاحيات يعني فيه صدر الصفحة الأولى كان هناك استخدامت تعبيرات أو عبارات رنانة وكبيرة ضد العرب مثلا جرح طفلة يهودية بحجر من عربي ولكن على الجانب الآخر إصابة عربي برصاص فهناك هو مدهل عنصرية هو تركيز بأنه دائما اليهودي يشعر بالقهر والظلم وأنه هو اللي بيقع عليه كل المشاكل والاحتلال وينسى أنه هو المحتل حقيقة هو ينسى تماما أنه المحتل خليني أرجع كده برضو أسأل حضرتك نفس السؤال لو إحنا رجعنا بالتاريخ للحروب المصرية الإسرائيلية والصراع اللي كان موجود وإصرار مصر على إن هي تسترد أرضها ووطنها بكل الأشكال حرب 73 كانت حرب فاصلة خط برليف اللي تم تحتيمه وإباته من على الوجود بفكرة مصرية لمهندسين مصريين هل هذا لم يغير شوية من العقلية السياسية الإسرائيلية بأنه هذا السد المنيع وكل الأشياء التي ذكرت عن خط برليف والتي تلاشت مع الساعات الأولى لطبعا عبور قناة سويس لم يغير من العقلية الإسرائيلية؟ لم يغير بل زادتها تمسقا بالأرض وبالدخول مرة أخرى إلى سيناء ويمكن كان بمناسبة يوم 25 مايو 79 بمناسبة استرداد مصر لمدينة العريش في شمال سيناء كان هناك وثيقة بريطانية سرية مصربة تم تسربها من السفارة البريطانية في تل أبيب تل أبيب قالت بأن سيناء هي ما زالت الحلم الأكبر ورجوع الإسرائيليين والصهاينة إلى سيناء هو الحلم الأكبر الذي ما زال يسيطر عليهم وعلى الرغم من احتلال إسرائيل للصحراء اللقب الممتدة ولكن ما زالت الحلم أو الكنزة الاستراتيجية للسيناء لم يخفل عنهم لحظة وفق الأساطير الدينية ورؤى السياسية خليني أقول حتى بالنسبة لي أرجع للتصرفات الخاصة بالقيادات الإسرائيلية وإذا كنا بنذكر على الحكومة الإسرائيلية الموجودة الآن بنرى هل هي منبعثة من تصرفات دينية أم سياسية بحتة الإسنين دينية والسياسية بحتة لأنه لا يمكن أن يعتلي منصة رئيس وزراء أي في إسرائيل جميع الأسماء السابقة شارون باراك رابين وناتنياهو إلا إذا كان مجرمي حرب شارون خضى مسبحة ضد العرب مسبحة قبية في سنة 53 وبعد ذلك فجأنا بأنه رئيس الوزراء إسرائيل نفس هذا الأمر مع كل هم مجرمي حرب ويجب أن يحكموا كمجرمي حرب ولكن لو كنا في مجتمع دولي عادل لتم محكمتهم كمجرمي حرب دي واحدة دكتورة نادية نحن بالنسبة لنا هو مجرم حرب ولكن بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي هو بطل حتى أن هم بيقيموا نصب تسكارية للمجربين هناك إسرائيلي صهيوني قتل 67 مصلي فلسطيني داخل المسجد الأقصى ولكن الشئ الغريب جدا هو أنهم قد أقاموا لهم نصب تسكاري يعني يعطون لأنفسهم الأولوية أو الحق أنهم يقودوا عمليات تجسس في مواجهة العرب يقوموا بقتل العرب إحساسهم بالتفوق العرق طبعا واضح واضح حتى يعني واضح الإبادة الإنسانية في قطاع غزة واضحة جدا والهجوم والقصف عن المستشفيات وغيرها طيب خليني أرجع تاني إلى نتنياهو والفكر الإسرائيلي كقيادة نتنياهو إحنا شفنا في هذه الحرب أن هناك غضب إسرائيلي كان موجود وشفنا تظاهرات ضده وشفنا مظاهرات تحت بيته فإذا هل هنا في تغير بعض الشيء؟ ولا هو تغير مربوط بالأحداث الراهنة؟ لأنه موضوع الأسرة وما غيرها كيف يرى العقلية الإسرائيلية؟ كيف ترى رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ ترى بطل؟ أم ترى الآن؟ يعني إذا انتهت هذه الحرب فهو لا بد أن يكون قيد المحكمة؟ يعني في الداخل الإسرائيلي حدثت بعض التغيرات خاصة بعد عملية طفان الأقصى في السابع من أكتوبر واللي إسرائيل ردت عليها الآن بعملية السيوف الحديدية هناك تغيرات يعني بدأ المواطن الإسرائيلي في الداخل يستشعر بخطورة تلك الحكومة على مستقبل يعني دولته أو كيانه السياسية ليس الدولة هي كيان ومن هنا بتجدي أن يعني يمكن حركة حميس استغلت هذا الأمر نفسيا من خلال هؤلاء الأسراء الإسرائيليين لديها وهم يوجهون رسائل شديدة واختباط شديدة اللهجة لبن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي بأنه هو السبب الأساس فيما هم فيه وتحمله المسئولية ويمكن يعني الشئ الفكاهي هو استهانت الحكومة الإسرائيلية في بداية الأمر بأمر هؤلاء الرهائن أو الأسراء الإسرائيليين اللي ده حركة حماس حتى لا يتم اتخاذهم يعني الضغط أو ذريعة ضدها لي الضغط عليها فمن هنا إسرائيل أو العقلية تحاول هي فجرة الاستخفاف بالعرب أو الاستخفاف بكل ما هو عربي فمن هنا بتجدي أن على الجانب الآخر فإن الإسرائيليين يحاولوا بشكل أو بآخر استمزاز العرب حتى من خلال وسائل إعلامهم إرسال رسائل في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتجدي أن هناك استخفاف بالعرب حتى أن النظرة الانصرية للعرب يمكن بيستهدرني في هذا الشأن هو أساز المسرح الفلسطيني من عرب 48 أدوارد معلم درس وتخرج من قسم المسرح في جامعة القدس العبرية يعني في القدس وتخرج عام 80 فهو كان بيحكي في الحياة في مذكراته كلام خطير جدا بيقال أن هناك 30 ألف طالب كانوا يدرسون بينهم 1500 عربي اللي هو بيشكلوا 20 في 20 في المية فقط ولكن لابد أن يكون من يحتل المركز الأول إسرائيلي لا يجب أن يتفوق واحد عربي على إسرائيل الإسرائيلي رقم واحد تاني حاجة أجنبي من جسدية مختلفة قد يسمع له آخر اللي هو في أدنى الطائفة هو العرب فمن هنا بتجدي أن نظرة التمييز العنصري في كل شيء في الدرجات في تقديم العروض المسرحية خلينا نتفق الدكتورة نادية بأنها نظرة احتلال هو محتل في كل شيء في العقل في الفكر في السياسة في كل شيء خليني أرجع وسأل حضرتك سؤال نحن شفنا أو رأينا الطبور الذي سافر إلى إسرائيل مع بداية هذه الحرب الطبور الأوروبي والأمريكي والدعم الكبير من كل دول العالم سؤالي الآن كيف تري موقف الصين وروسيا؟ هل هم على الحياد أم سنشاهد تطور ومساندة للقضايا الفلسطينية؟ هناك تطور كبير في المشهد ويمكن أنا شايف أن أهم تطور في هذا المشهد هو التحدي الروسي لإسرائيل والبلايات المتحدة الأمريكية باستقبال روسيا بوفد من حركة حماس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حركة حماس موسى أبو مرزوق قد زار موسكو بعد اندلاع عملية طفان الأقصى مباشرة وهو حتى ما أثر مخوف الصفارة الإسرائيلية والأمريكية من هذا الاستقبال الروسي الحافل لمن يعني يقتل شعبهم مفقا للمفهوم الإسرائيلي بل ويمكن الجديد في الأمر هو أن الافتتاحيات الصينية في جميع سال الإعلام الصينية الرسمية سواء كان صحيفة جلوبال تايمز أو قناة سي جي تي ان الصينية الرسمية قد وضعت افتتاحيات كبيرة تقول بأن سبب ما هو حادث الآن هو الظلم التاريقي الطويل الواقع على الفلسطينيين فمن هنا بتجد أن هناك استغلال أيضا روسي صيني للمشهد بأنهم يظهرون أنفسهم أمام العالم بأنهم القطب الموازي للولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة منعها في المستقبل أن هي تلعب دور الوسيط الوحيد أنا أتفق بحضرتك بأن الشعوب هي من تقود المشهد الآن يعني الشعوب سواء يعني بعيدا حتى عن منطقتنا العربية لأن إحنا عرب وبالتالي نحن مع القضايا الفلسطينية ده أكيد قلبا وقلبا ولكن أنا أتحدث عن الشعوب الغربية التي خرجت في تظاهرات كثيرة والأمريكية أنا السؤالي رغم ده كان في مشهد يهودي كده موجود في أمريكا بيخرج في بعض المظاهرات ضد ما يحدث في إسرائيل وهذا المشهد اليهودي يعني هو مشهد حقيقي أم هو استعطاف أم هي لوبي مختلف سياسيا هو لوبي مختلف وهناك حركة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها حركة ناتوري كارتا حركة ناتوري كارتا هي ضد الصهيونية وضد إقامة دولة إسرائيل بالأساس تقول بأنه 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 في نهاية الزمان لا يوجد دولة لإسرائيل نعم بأنه سوف يكوافقنا الرب على صبرنا الطويل وعلى ابتلاؤنا ولكن نحن اختصبنا أراضي الغير فبالتالي هؤلاء الحخامات اليهود من حركة ناتوري كارتا في الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس هم حخامات مغضوب عليهم من كافة الطواقف اليهودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم فمن هنا أعتقد أنه مشهد حقيقي لأن هناك طواقف مختلفة ومتعددة داخل الولايات المتحدة الأمريكية هو مشهد حقيقي كطواقف وأيضا استغلال وجود سياسي بأنه يعلو صوتهم هناك دواخر فيه السياسة الأمريكية واللوبي اليهودي المسيطر داخل أمريكا يدير المشهد هناك أوراق سرية قد لا نعلم عنها شيئا وكأن هناك تصدير سورة ليه اليهود المتعطفين مع العرب حول العالم فمن هنا لا نستطيع أن نجزب ولكن يجب أن نكون أيضا آمنين وصادقين بأن هناك حركات يهودية ضد الصهيونية نقل السورة إن كانت حقيقية سؤالي الأخير وتعليق أخير أستأذنك فيه في أقل من دقيقة البعد التاريخي يقول بأن ما حضرتك ذكرت بأن اليهود سيظلوا في شتات هو ما ذكروا ولكن يبدو أن اليهود يريدين تغيير التاريخ والحقيقة وأيضا ما يعني كتب عنهم مرارا وتكرارا وأن يقيموا هذا الشيء تجاه الشعب الفلسطيني الحركة الصهيونية تقولها في أحد مبادئها شلت يدي إن لم أدافع أو إن لم أسترد أرشاليم اللي هي القدس فمن هنا هي زرائع تاريخية اليهود يحاولوا أنهم فكرة سرقة أراضي الغير وطرد الفلسطينيين من أراضيهم وعمل حتى النظام بعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة في سنة 67 حتى 72 تم استحداث نظام الحاكم العسكري الإسرائيلي ونظام التصريح العسكرية لأي مواطن من غزة يخرج بدافع العمل أو الدراسة يعني أو ما إلى ذلك أو استفر لأي سبب من الأسباب فمن هنا بتجدي أن العقلية الصهيونية محولت فسط غزة عن قطاع غزة عن القدس الشرقية وبحيث أن كل طرف يعيش منهم في أرض مفصلة ويمكن آخر نقطة هو أن الصينيين قد فطنوا إلى ذلك بالمناسبة والروس أيضا قدموا اقتراح قالوا بأن قطاع غزة يجب أن يتم إدارته من قبل سلطة وطنية فلسطينية تحت إشراف مثلا السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها من جميع الأطراف ولكن يجب أن يتم ذلك عبر توافق إقليمي أوسع وهو ما تخشاه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خوفا من رجوع حركة حماس من أبواب الخلفية أكيد إحنا سيظل الوضع قائم وما زالت الحرب موجودة على الغزة وستظل الحقائق دائما في حاجة إلى أن يعلو سطنة بها لتأكدها طول الوقت أشكر حضرتك شكرا جزيلا على التحليل والمعلومات الدكتورة نادية حلمي المتخصصة في الشؤون السياسية وأستاذ العلوم السياسية جامعة بنسويف شكرا لحضرتك شرفتيني من بيت للكل ما ذلنا زي ما قلنا لحضرتكم في البداية نحن في بيت للكل في كل دولنا العربية الأربعة زي ما بنسكر كل حلقة نحن ندقق ونبحث في كل التفاصيل لعلنا نرى أو نصل إلى بعض المعلومات التي تنير العقول كل ما سأصل إليه الليلة إذا كنا نتحدث عن العقل الإسرائيلي أو تغيره لا يتغير العقل الإسرائيلي ويظل كما هو لو رجعتم إلى كتب التاريخ ستارون كل المعارك كما هي هي البداية والنهاية والتصرفات والحركات يتغير رئيس الوزراء ولكن لا تتغير العقلية أبدا في بيت للكل نحن دائما نختم بأن الاحتلال في زوال وفلسطين باقية تصبحوا على الفخير